اعلنت الشركة القابضة للنفط والغاز عن اكتشاف مكمنين جديدين للغاز الطبيعي في كل من طبقات الجوبة والجوف الغير تقليدي الواقعين تحت مكمني الخف والعنيزة المنتجين للغاز الطبيعي في مملكة البحرين والتي جاءت نتائجها مشجعة من حيث الكمية وفرص الانتاج وتأتي هذه الاكتشافات المهمة منسجمة مع طموح ورؤية حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في مملكة البحرين بتعزيز ورفع قيمة الموارد الطبيعية لمملكة البحرين وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمل الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز في المملكة قال لقد وفرت لنا هذه الاكتشافات والنتائج الإيجابية الأخيرة المعلومات القيمة اللازمة للمضي قدما في إجراء المزيد من التقييمات المطلوبة للآبار بهدف الاستفادة من جميع إمكانات هذا المورد الواعد من الغاز الطبيعي وتابع سموه تمهد هذه المعلومات المتوفرة لدينا الطريق للتطوير والإنتاج المستقبلي لمورد الغاز الطبيعي بما يحقق مصلحة مملكة البحرين يذكر أن شركة تطوير للبترول قامت بتنفيذ جميع عمليات الحفر والأنشطة المتصلة بها كما أنه من المقرر إجراء عمليات حفر إضافية خلال العامين 2023-2024 وسيتم فيها اختبار طبقتين هما الطويل والسارة الوقعتين أسفل مكمن الجوف للغاز إلى جانب تجربة الحفر الأفقي في بار الجوبة من أجل تحسين الإنتاجية ترجمة نانسي قنقر